وفي كلمته خلال افتتاح اعمال المؤتمر قال فاضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين قال ان الاخوة الدينية هي بعثة للاخوة الانسانية العالمية واكد شيخ الازهر الشريف على ضرورة بعث هذه الاخوة بين علماء الاديان ورجالها فهم اقدر الناس على تشخيص العلل والامراض الاخلاقية والاجتماعية ومعرفة كيفية علاج الاديان لها والاخوة الدينية هي بعثة باعثة الاخوة الانسانية العالمية وصانعتها وما لم يثبت الاصل اولا لا يمكن ان يثبت الفرع ثانيا فضلا عن ان يعمل او ان يؤثل واذا فالبداية الصحيحة فيما ارى هي بعث هذه الاخوة بين علماء الاديان ورجالها بحسبانهم اقدر الناس على تشخيص العلل والامراض الخلقية